بداية أنا أشكر قناة رؤية على هذا الجهد الطيب المبارك والذي ينوم عن عمق التراث وعمق هذه القناة ويتواصلها مع المجتمع المحلي وخاصة في تقديم المساعدات وتعيين وتجهيز وتدريب الكوادر الأردنية بالتشارك مع القطاع الخاص لإيجاد فرص عمل في محافظة المفرق خاصة في ظل هذه الظروف التي في محافظة المفرق العديد من العاطلين عن العمل علما أن محافظة المفرق بحاجة ماسة إلى الوظائف كونها تحتوي على 11 جيف فقر من أصل 30 جيف فقر في محافظة المفرق أكرر الشكر لهذه القناة على جهودها المتواصلة والتشارك مع القطاع العام إن شاء الله في إيجاد فرص اللقاءات اللي تمت مع الشباب اليوم حاولنا نعرف إيش ميولهم إيش تطلعاتهم إيش الأشياء الممكن بيحبوا أنهم يتعرفوا عليها بالمستقبل لأنه هذا كمان جزء من مشروعنا مشروع شباب العمل القائم أيضا في جمعية الملكة زين الشرف ومشو أبرز القطاعات لحد المشتغل فيها الشباب؟ لاحظنا من خلال المقابلات أنهم عم بيحبوا يشتغلوا بالقطاعات الحكومية لأنه دائما فيها ضمان فيها تأمين اجتماعي لهم بالمستقبل حاولنا إحنا طبعا من خلال دورنا ودور الشركاء معانا بالمبادرة نحاول نقنعهم أيضا أنه فيه أمور أخرى يعني القطاعات الخاصة وممكن أحيانا بزنس خاص إليك بعد الدورة اللي أنت ماخذها ممكن كمان يعني تأهلك الوصول للشيء اللي أنت بالذكية اليوم خلال زيارتنا لمنطقة المفرق في مبادرة وقفة من أجل الوطن لقينا حماس شديد من الشباب المفرق في منهم كانوا فعليا حابين يشتغلوا عم بيدوروا على شغلة معينة عم بيدوروا بكل المحافظات بكل المناطق بس ما عم بيلاقوا الفرصة الجيدة إن شاء الله المبادرة تبعتنا تقدر تساعدهم فيه طلاب كانوا ضايعين لسه مش عارفين إيش التخصص البدهمية أو إيش بدهم يكملوا بالمستقبل تركين الدراسة المدرسية أو الجامعية ومش عارفين إيهم يكملوا فيه بعض الطلاب أثروا فينا من ناحية إنسانية لقينا فعليا أنه حابين يشتغلوا حابين يكملوا إن شاء الله نقدر نساعدهم لقدام اشتركوا في القناة